الإنذار المبكر بالكوارث مخطط سطرته لجنة العمل الإفريقي للحد من المخاطر الكبرى من أجل تعزيز العمل الاستباقي في إفريقيا عبر تفعيل برنامج الإنذار المبكر المتعدد الأخطار الجزائر عبر سيد رئيس الجمهورية قامت باقتراح لإنشاء قدرة قرية على المستوى الإفريقي لمجابهة هذه الكوارث لأن الجزائر تساهم ولقد ساهمت في كثير من الأحداث العالمية بالتعاون والمشاركة والتدخل فرق الحماية المدنية تنقلت إلى كثير من البلدان الشقيقة وحد البلدان في العالم للتدخل وكذلك للمساعدة دور رائد تلعبه الجزائر إفريقيا في مجال محاربة المخاطر الكبرى وباع طويل في التدخلات والتجربة الميدانية خلال الكوارثة المعرض الموجودة الآن وفيها أشياء كثيرة طبعا الجزائر ممكن نستفيد منها وبعدين خبراتهم في الزلازل الكبيرة جدا جدا ونا حصل أن شفت قبل كم سنة زرت المركز أو المكان اللي هو فيها الطاولة الاهتزازية دي وكانت حاجة عظيمة جدا جدا وافتكر الدول الأفريقية كثير ممكن تستفيد من هذه الخبرات وبرضو زي ما قلت بالنسبة للشغل بتاع الإنقاذ برضو الجزائر عندها خبرة كبيرة في هذا المجال وافتكر في كثير من الدول الأفريقية ممكن تستفيد من هذه التجربة ما يزيد عن 1200 كارثة طبيعية وتكنولوجية حلت بالقارة السمراء خلال سنة الفارطة ما يستوجب عملا جادا من قبل فوج العمل الإفريقي للحد من المخاطر الكبرى